تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية استقبل السيد عبدالطيف لدي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بمقر الإدارة السيد بانكو الأديوي مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السياسية والسلم والأمن واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بالسلم والأمن في القارة الإفريقية وكذل مبادرات الإنسانية التي يقوم بها المغرب لفائدة العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي واغتنم السيد بانكو لهذه المناسبة لتسليط الضوء أيضاً على الدور الحاسم الذي تقوم به المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارها فاعلاً في الاستقرار والسلم لصالح القارة الإفريقية واجدد المسؤولان التأكيد على إرادتهم المشتركة للعمل على توطيذ التعاون والشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي